ازاي يعمل إلغاء حظر لأي شخص على الفيسبوك ده موضوع حلقتنا النهاردة فاتبع معايا الفيديو ده للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة كده هنعمل إلغاء الحظر لأي شخص على الفيسبوك بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك الفيديو ده لأقول مرة تشوف قناتي تعمل الاشتراك في القناة ولو عندك اي سؤال او ستفسار اكتبلي في التعليقات ويلا بينا على الفيسبوك بنروح كده مع بعض على الفيسبوك كل عليك بتضغط على الثلاث شرط دول وبعدين ببدأ انسل كده وبختار الاعدادات والخصصية نعم با اختار الاعدادات والخصصية بيجبنا الجزء ده كده بضغط على حاجة اسمها الاعدادات وببدأ ان انا انسل كده بلاقي حاجة اسمها الحظر الحظر بضغط عليه من هنا بلاقي كل الاشخاص اللي انا عملت لهم حظر عندي على الصفحة طفحة واللي عاليا بضغط على الغاء الحذر. وهنا الغاء الحذر. مجرد ما ضغط على الغاء الحذر كده تفك الحذر معك. اي شخص انت عاوز تعمله الغاء حذر. كل المطلوب بتضغط على الغاء الحذر. وهنا الغاء الحذر. ولو انت عاوز اضيف اي شخص لقائمة الحذر. هنا اضافت الى قائمة الحذر بتختارها وانه بقولك اكتب ا Sold, ومجرد مسلا ما بتكتب الاسم هنا كده بيجي لك كل الاشخاص, اللي زي ما انت شايفين بنفس الاسم اللي انت كذبته كل علي بضغط على كلمة حذر كده وبضغط على حذر بس كده عاوز تفكر الحذر بارجع بارجع كده وبضغط على الغاء الحذر وبعمل الغاء حذر بس كده عندك اي سؤالة وصف صار كتب لي في التعليقات انا برض على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته